وفي تونس تتزايد المخاوف بشأن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء بما في ذلك الفصل بإجراءات سريعة وبدء الإجراءات الجنائية ضد القضاء ويتزايد إحالة المدنيين بمثلين صحفيون إلى المحاكمة العسكرية الأمر الذي لا يفيد بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومما يثير القلق هو فرض حضر تعسفي على السفر يستهدف بشكل خاص أعضاء المعارضة وإذا نأخذ علما باعتماد دستور جديد فإننا نحث تونس على إجراء انتخابات برلمانية ذات مصدقية والشاملة مشاركة من المجتمع المدني والإعلام ونحن مستعدون لتقديم الدعم خلال وجودنا في تونس